على الله إذن نعود بكم يا كرام إلى مجالس الأسئلة والأجوبة ونحن معا في المجلس الرابع من هذه المجالس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتميمها لنا على خير حال ولا يزال طالب العلم في خير ما أكثر السؤال في موضعه لا يزال في خير ما أكثر السؤال في موضعه أسئلتنا اليوم متنوعة كذلك أسئلتنا اليوم متنوعة ما شاء الله فنبدأ بإذن الله تعالى السؤال الأول في النحو سأل أخ كريم فقال من شواهد الشذور بكم قريش كفينا كل معضلة وأما نهج الهوى وهي الهدى وأما نهج الهدى من كان ضليلا نعم قال وفيه أن الشاعر أبدل من الضمير من غير أن يدل البدل على الإحاطة فما معنى الإحاطة إذن الأخ الكريم يستشكل معنى كلام الإمام بن هشام ومعنى كلام النحويين من قبله أن البدل هاهنا وهو قريش هو بدل من الضمير الكاف لكن دون أن يدل على الإحاطة فما معنى الإحاطة هذا الإشكال عند الأخي الكريم المراد بالإحاطة هاهنا الشمول وإذا أردت أن تفهمه فانظر إلى قوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا فأبدل الجار والمجرور لأولنا من قوله لنا ونا ضمير حاضر ليس ضمير غائب كيف جاز الإبدال منه انظر لأولنا وآخرنا إذن دلها هنا على ماذا يا كرام دل على الإحاطة فجاز البدل تقول أيضا أكرمتكم كبيركم وصغيركم فكبير بدل من الكاف والبدل من ضمير الحاضر لا يجوز إلا إذا دل على الإحاطة وهذا مقتضى مذهب البصريين فإذن كيف جاز البدل هاهنا في قوله كبيركم قال لأنه دل على الإحاطة كيف دل على الإحاطة انظر للعطف عليه كبيركم وصغيركم إذن فيه معنى الإحاطة والشمول كما ترون أيها الكرام فيه معنى الإحاطة والشمول طيب هذه مسألة إذن إذا دل البدل على الإحاطة والشمول جاز أن يبدل من ضمير الحاضر والمراد بضمير الحاضر أحد شيئين إما ضمير المتكلم أو ضمير المخاطط إذا دل على الإحاطة الآن ما سر هذه الإجازة قال لأنه حينئذ صار كالتوكيد في دلالته على الإحاطة والشمول طيب يأتي السؤال الذي يليه ولم لا يجوز أن نبدل من ضمير الحاضر؟ لم لا يجوز أن نبدل من ضمير الحاضر؟ ما العلة في ذلك؟ العلة في ذلك أن ضمير الحاضر وأنتم تعلمون أن الضمائر أرفع المعارف وأن ضمير الحاضر أعني ضمير المتكلم والمخاطط معرفة بنفسه أي حضوره يدل على المقصود ويدل على المعنى فلا فائدة من الإبدال منه إلا إذا تضمن نكتة جديدة ما هي؟ هي الإحاطة والشمول وبذلك يصير كالتوكيد وبذلك يصير كالتوكيد ولذا قالوا إنما نبدل من ضمير الحاضر إذا دل على الإحاطة والشمول هذا واضح؟ طيب إلى هنا لعله يكون واضحا إن شاء الله إذن كما قلنا الضمير المتكلم والمخاطط في غاية البيان فلا يحتاجان إلى بدل يبين المراد بهما إلا إذا تضمن فائدة جديدة طيب فإن لم يدل على الإحاطة والشمول فما الحكم؟ الأخفش والكوفيون يجوزون البدل والبيت الذي ذكره الأخ الكريم عن شرح شذور ذهب للعلمة ابن هشام من شواهدهم بكم قريش فقريش بدل من الكاففي بكم ولم يدل على إحاطة وشمول لم يقل مثلا بكم قريش وغيركم واضح؟ إذن وجه الاستشهاد أنه أبدل قريش هكذا تحكيها بلفظها قريش من الكاففي بكم من ضمير الحاضر وهو المخاطب دون أن يدل على الإحاطة والشمول هذا جائز عند الكوفيين والأخفش والكسائي رحمه الله سمع سمع إلى أبي عبد الله واحد اسمه عبد الله فقال إلى أبي عبد الله يريد بعبد الله نفسه فأبدل من ياء المتكلم هكذا سمع الكسائي وهو حجة رحمه الله تعالى طيب ومن شواهدهم كذلك مما يستدل به على القول بصحة الاستدلال بالحديث بالحديث الشريف وهو الصحيح إن شاء الله تعالى على تفصيل في ذلك ولعلنا نعود إليه في سؤال قد رفع إليه من قبل إن شاء الله تعالى من شواهدهم قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفار من الأشعريين أتينا نافعه فقال نفار نفار أبدله من ضمير الحاضر دون أن يدل على الإحاطة والشمول فهذا يتخرج على قول الكوفيين هذا يتخرج على قول الكوفيين طيب أما البصريون فيمنعونه أي إذا لم يدل على الإحاطة والشمول ويتأولون ما ورد مثلا بكم قريش هي عندهم بالرفع ويخرج على أنه منادا ونوين للضرورة يعني أصله بكم يا قريش ثم نونه للضرورة على حد قول الشاعر سلام الله يا مطار عليها طيب أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفار كما قال سيدنا أبو موسى الأشعري قال التقدير نحن نفار فهو خبر لمتدين محلوف ثم لا بد أن تعلم أيها الكريم أن هذا البدل هذا البدل يسميه عامة النحويين بدل كل من كل أو بدلا مطابقا والحق كما ذكر حذقة النحويين أنه بدل تفصيل وتنص عليه الكتب المطولة بدل التفصيل أن تذكر شيئا مجملا ثم تفصله تقول الكلمة ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف اسم بدل تفصيل وليس بدل بعض كما يظن بعضهم لأنه ذكر الجميع مفصلا هذا واضح يا كرام وهكذا أكرمتكم كبيركم وصغيركم هذا بدل تفصيل لا بدل كل من كل وقد أحسن ناظر الجيش أيما إحسن إذ ذكر أن هذا ذكر هذه المسألة تحت بدل التفصيل وراح يفصل فيها أنها إذا دلت على الإحاطة إذا دل البدل على الإحاطة فجائز وإن لم يدل على الإحاطة فجائز عند الكوفيين والأخفش ممنوع عند البصريين إذن هو بدل تفصيل فتنبهوا لهذه النكتة في هذا الجواب طيب هذا واضح إن شاء الله ولا إشكال فيه بعون الله تعالى وأطمئن مرة أخرى أن الأمور على ما يرام وأن الصوت وأن الصوت يصل إليكم طبعا هذه أسئلة مجهزة من قبل أرتبها وأحاول كتابة الجواب لأؤديه بأمانة كما ينبغي دون ارتجال مع إمكان ذلك بعون الله نعم وقد فبإمكانكم أن تضعوا الأسئلة تحت هذا المنشروان أجمعها قد يتأخر الجواب أسبوعا إلى أسبوع آخر اليوم أجيب عن عشرة أسئلة بعون الله تعالى طيب السؤال الثاني في حروف المعان قال ما قيمة كتاب رصف المباني في حروف المعاني بين الكتب وما رتبته رصف المباني في حروف المعاني كتاب جليل القدر في موضوع يغفل عنه أكثر طلبة علوم العربية بكل أسف يعني معظم أو أكثر طلبة علوم العربية اليوم يكتفون بالنحو إذا سمعوا العربية حملوها على معنى العربية الأول إذ كانوا يستعملون مصطلح العربية للدلالة على النحو قبلا في أول ظهور يقولون علم العربية وعلوم العربية أوسع من ذلك من علوم العربية ومما يمس النحو مباحث حروف المعاني مباحث حروف المعاني كتاب رصف المباني في حروف المعاني من الكتب الجليلة في هذا الباب نعم وقد ألفه أبو جعفر أحمد بن عبد النور المالقي من مالقة ولعل كتابه هذا هو أول كتاب استقصائي مرتب شامل لحروف المعاني بعد محاولات كثيرة ممن سبقه قبل المالقي كانت مباحث حروف المعاني موزعة كالآتي أو على طريقتين إما أن تدرس ضمن مباحث النحو ضمن مباحث النحو وهذا فعله جميع النحويين من قبل وإما أن تخصص في كتاب كما فعل الرماني في كتابه منازل الحروف وكما فعل الهروي في كتابه الأزهية في علم الحروف وبعضهم كان يخصص حرفا بالدراسة كما فعل الزجاجي في كتابه اللامات ثم جاء أحمد بن عبد النور المالقي في كتابه النفيس العجاب وسماه رصف المباني في حروف المعاني فإذن هو انتقال جديد نقلة في التصنيف في حروف المعاني كما نص على ذلك محققه الأستاذ الدكتور أحمد الخراط رحمه الله جزاه الله تعالى خيرا وأحسن إليه ولا أدري هل توفي الدكتور أحمد أو ما زال حيا نفعنا الله تعالى بعلمه فتحقيقه نفيس جدا وهذه النسخة بين يدي من رصف المباني الدراسة بين يدي هذا الكتاب نفيسة طيب وهنا أيضا أشير إلى مسألة أخرى يقول وما رتبته بين الكتب ألف الكتب عهدية ثينية يريد بين كتب حروف المعاني انظر اتكأ عليه أجلة العلماء بعده كل من جاء بعده قد اتكأ عليه كالمردي وابن هشام وابي حيان والسيوطي وحسبك بهؤلاء ثم انظر إلى قول لسان الدين ابن الخطيب فيه رصف المباني أجل ما صنف يريد أجل ما صنف المالقي ومما يدل على تقدمه في العربية لكن أنصح بأن تقرأ أولا الجنداني قبل قراءتك لرصف المباني لأن الجنداني للإمام المرادي على عادته رحمه الله تعالى في التحقيق والتدقيق طبعا لابد أن تقرأوا قراءة فحص وتدبر الجنداني حسن الترتيب والتلخيص لمذاهب العلماء جامعا لأحكام حروف المعاني وما أشبهها وابن هشام رحمه الله تعالى في الباب الأول في حروف المعاني اتكأ عليه اتكاءا كاملا بعد الفراغ من الجنداني يمكن العودة إلى رصف المباني ويمكنك القراءة فيه إن شاء الله تعالى هذه توصيتي ونصيحتي في هذا الأمر السؤال الثالث في إعراب القرآن وهو سؤال دقيق أيضا يقول السائل في قوله تعالى أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ يقول أعرب الشيخ قباوة ثم في المفصل عاطفة للترتيب مع التراخي هنا والجملة هذه معطوفة على جملة أو لم يروا السؤال كيف تكون ثم عاطفة مع أن إعادة الخلق لم تقع فكيف يقرون برؤيتها والشيخ أعرب ثم في الآية بعدها حرف السئناث في قوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة أفيدون مأجوري إذن يقول إن هناك ما ظاهره التناقض في إعراب الشيخ كيف ذلك يقول في الآية الأولى جعل يعيده معطوفة على أولم يروا طيب في الآية الثانية قال إن جملة الله ينشئ النشأة الآخرة استئنافية وليست معطوفة لما هل هناك سهو أو وهم في كلام الشيخ أو له تخريج أقول بل له تخريج وإعراب هذا يدل على دقة الشيخ المعتادة في الجواب شفاه الله تعالى وعافى البون شاسع بين الآيتين انظر للآية الأولى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده نعم الشيخ قال إن جملة ثم إن جملة يعيده معطوفة على أولم يروا الآن نبدأ بالتدقيق لم يقل إنها معطوفة على كيف يبدئ الله الخلق الآن السؤال لكم ما إعراب جملة كيف يبدئ الله الخلق هاتوا يا كرام أريد أن أتأكد أنكم موجودون ما إعراب جملة كيف يبدئ الله الخلق كيف يبدئ الله الخلق هاتوا يا كرام ما إعراب هذه الجملة أريد أن أسمع منكم أيضا نعم نعم طيب نراكم الآن نعم كيف يبدئ الله الخلق انظروا أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق هذه الجملة الفعل يروا هنا علق فهذه الجملة في محل نصب مفعول به للفعل يروا طيب الشيخ لم يقل إن يعيده معطوفة على مفعول يروا فتعترض عليه بهذا الاعتراض اعتراض الأخ الكريم إنما يصح إذا جعل الشيخ جملة يعيده معطوفة على مفعول يروا إذ كيف يعطف على مفعول يروا والإعادة لما تقع فكيف يرونها وصلت الفكرة يعني إذا كانت يعيده معطوفة على مفعول يروا حصل الإشكال وهو أن إعادة الخلق لما تقع فكيف يرونها كيف تكون داخلة في مفعول الرؤية هذا واضح لكم إن شاء الله أليس كذلك طيب نعود إلى النص إذن الإشكال عند الأخ الكريم إنما يكون إذا عطف الشيخ جملة يعيده على مفعول يروا هو لم يعطف على هذا وإنما عطف على أو لم يروا لكن هنا يبقى إشكال آخر وهو عطف الخبر على الإنشاء يعني يعيده خبر أو لم يروا إن شاء فكيف يعطف الخبر على الإنشاء والشيخ ممن يقول بامتناعه مطلقة الشيخ يمنع عطفة أو يتبع من يقول إن الخبر لا يعطف على الإنشاء والجواب أن الشيخ بيّن هذا حين الإعراب وذكر أن قول الحق سبحانه أو لم يروا هو استفهام غير أنه خرج إلى معنى الخبر أي استفهام تقريري توبيخي أي إنهم قد رأوا ذلك وما يزالون يرونه رأوه وما يزأهم مستمرون في رؤيته فعطف جملة ثم يعيده على أو لم يروا يعني إذا أردنا أن نفك المعنى يمكن أن نقول إنهم يرون بدء الخلق ثم إن الله تعالى يعيده يرون بدء الخلق ثم يعيده الله هل هذا واضح يا كرام؟ طيب الآن أما الآية الأخرى تقول طيب نأتي إلى الآية الأخرى لما قال الشيخ إنها إن الجملة استئنافية الآية الأخرى كما قلنا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشرة الآخرة لما قال الشيخ إن ثم هاهنا حرف استئناف لأنه لا يصح عطف على كيف بدأ الخلق للمحذور الذي ذكرنا فالشيخ لم يقل إنها معطوفة على كيف بدأ الخلق إذ كيف يؤمرون بالنظر في شيء لما يقع واضح يا كرام صحيح الآن ولم يعطف الشيخ على انظروه لأن الأمر هاهنا لم يخرج عن حقيقة لم يخرج إلى الخبر نعم هو بمعنى الاعتبار هو بمعنى بلاغي غير أنه لم يخرج إلى معنى الإخبار وهذا فرق ما بين الإعرابين وإذا تجد الشيخ قد تفرق بينهما تفريقا حسنا جدا فإذا في الآية الثانية قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشطة الآخرة ثم حرف استئناف إذ لا يصح عطفها على مفعول انظروه للمحذور المذكور الذي ينص عليه العلماء في كتب المعاني وفي كتب التفاسير ونص عليه ابن هشام وغيره طيب ولا يصح العطف على انظره لأنه لم يخرج إلى الخبرية والشيخ لا يرى أو هو ممن لا يرى عطف الخبر على الإنشاء فما رأيكم يا كرام هذا واضح إن شاء الله وبهذا نستدل يعني هذا من الأدلة الواضحة على دقة الشيخ في إعرابه وإعرابه حقا سواء كان الإعراب المنهجي أو المفصل الذي هو حاشيته الكبرى على تفسير الجلالين إعراب دقيق محكم كاشف نفيس فلا بد أن يغتنمه طالب العلم في المراحل العليا طيب نعم السؤال الذي يليه يقول الأخ الكريم هو في البيان ما معنى قول العلماء في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه استعارة تبعية ما هي صورة الاستعارة التبعية في هذه الآية طبعا الأفضل أن يقول ما معنى ليس ما هو معنى فهذا أسلوب أقل ما يقال فيه إنه ليس بالقوي الأولى ما معنى قول العلماء ما صورة الاستعارة التبعية في هذه الآية الكريمة طبعا هذه الآية الكريمة من الآيات المشكلة في المعاني وتحدث فيها علماء الكلام وعلماء العقائد تحدثوا فيها باستفاضة نعم ولذلك أنا سأوجز وسأبين يعني سأشرح مراد القائل في السؤال طبعا هذا يعني ممن ذكره ذكره العلامة السنوسي في العقائد مثلا أن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللامها هنا ليست للتعليل ومنطلق هذه المسألة وسيكون نقاشنا فيها لغويا الآن منطلق هذه المسألة فقط أريد أن أبين المنطلقات تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى هل أفعال الله سبحانه وتعالى تعلل كما يقول المعتزلة والله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا مقتضى الحكمة أو أن الله سبحانه وتعالى يفعل بمقتضى القاهرية بمقتضى الإلهية ولذلك كما يقول الإمام الرازي مثلا في قولي تعالى لما اعترضوا على تحويل القبلة كيف كان الجواب لم يأتي الجواب بالحكمة وإنما قل لله المشرق والمغرب فهذا ملك الله يفعل فيه ما يشاء مسألة طويلة ولست في صدد نقاشها أبدا لكنني أريد أن أبين قول من قال بأن اللامها هنا ليست للتعليل نعم طيب طبعا الإمام الرازي تكلم في هذا وكثيرون من الأئمة تكلموا في هذا كيف تكون الاستعارة تبعية طيب إذا لم نقل إن اللام للتعليل والتعليل أصل في اللام من معاني اللام الأصول طيب فإذا خرج الحرف يا كرام عن معناه الأصلي حدثت الاستعارة التبعية في الحرف وما معنى أن الاستعارة التبعية كما درسناها في تيسير البلاغة وغير وفي الجوهر المكنون استعارة التبعية التي يكون اللفظ المستعار فيها تابعا لاستعارة معنا يسبقه أي يكون اللفظ المستعار فعلا أو مشتقا أو حرفا طيب لما سمي التبعية لأن جريانها في المذكورات في الفعل والمشتق والحرف تابع لجريانها في المصدر الأصل في الاستعارة أن تكون في المصادر أو الذوات فجريانها في المشتقات جريانها في المشتقات نعم أفهم مرة أخرى نعم إنما هو تابع لجريانها في المصدر في المصدر ولذلك تقول مثلا في بداية إجراء الاستعارات مثلا في قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوا ماذا تقول في إجراء الاستعارة انظر هكذا بيسر تقول شبه شبه الاستبدال بالاشتراء ماذا فعلت أتيت بالمصدر لأن تعقلها في الأصل وفي الحدث ثم يكون جريانها في المشتقات تابع لجريانها في المصدر طيب والاستعارة هنا واقعة في الحرف وأصل اللام أن تكون موضوعة لتعليل ما قبلها بما بعدها ولذا فهي في الآية مستعملة في غير هذا المعنى لأن ما بعدها لا يصلح أن يكون علة لما قبلها وأنقل شيئا من العلاء التي ذكرها الإمام الرزي وغيره يقول إذ إن من فعل فعلا لأجل شيء آخر فهذا إنما يفعله إذا كان عاجزا عن تحصيل ذلك المقصود إلا بهذه الواسطة وهذه العلة وذلك محال في حق الله تعالى ولأن تعليل أفعال الله تعالى بالدواعي والأعراض محال ولأن فعله بمحض القدرة والإلهية والنفاث والكلام في هذا يطول بين المعتزلة وأهل السنة طيب لكن كيف جرت الاستعارة؟ إذن اللامها هنا ليست للتعليل حصلت استعارة في الحرف لما كانت النتيجة المترتبة على الخلق هي العبادة وقام بها المؤمنون شبهت بالعلة الحقيقية واستعملت فيها اللام مجازا ونقول في إجرائها شبهت العبادة المترتبة على خلق الجن والإنس بالعلة الحقيقية بجامع ترتيب كل منهما على الخلق نعم ثم استعيرت اللام الموضوعة لترتب العلة الحقيقية استعيرت لأي شيء لترتب غير العلة الحقيقية على سبيل الاستعارة التصريحية التباعية لأنها جرت في الحرف مسألة مشكلة معقدة يعني حاولت أن أفكها قدر المستطاع وأبين الكلام الموجز الذي يقوله بعض أهل العلم فيها طيب مسألة أخرى السؤال الخامس في إعراب القرآن أيضا يقول السائل الكريم والذين يمسكون بالكتاب قرأت في التفسير أن الزيادة للمبالغة وأن مسك وأمسك بمعنى لما لا تكون الزيادة للتعدية أي يمسكون غيرهم بالكتاب اعتراض وجيه لماذا يذكر المفسرون أن الزيادة في يمسكون للمبالغة ولما لا يكون المراد يمسكون غيرهم والتعدية قد تكون بالتضعيف تقول مثلا فرح زيد وفرحت زيدا بالتعدية صار عندنا أو بالتضعيف صار عندنا تعدي والجواب أن الزيادة هنا نعم كما قال المفسرون والنحويون للمبالغة وارجع إلى القوموس المحيط فإنك تجده يقول مسك وأمسك واستمسك وامتسك ومسك كلها بمعنى فإذا هذه المبالغة التي في مسك وتمسك واستمسك وامتسك وأمسك هي مبالغة مسك ومسك مستعمل نص عليه لعلامة الفيروس آبادي في القوموس المحيط مسك مستعمل طيب الآن سياق الآية أيضا يدل على أن المراد استمساكهم هم أنفسهم بالكتاب لأن يمسكوا غيرهم انظر سياق الآيات قال تعالى في الحديث عن المبدلين وقطعناهم في الأرض أماما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف وريث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق انظروا فهؤلاء بدلوا الكتاب المعنى واضح ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ثم قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وها هنا نكتة لبدى أن أقف عليها وأختم بها جواب هذا السؤال قال والذين يمسكون بالكتاب ما قال يمسكون ولا يمسكون طبعا قرئ يمسكون لم يأتي بالمجرد جاء بالمزيد بالتضعيف للمبالغة أي أن الذين يبالغون ويعضون بنواجزهم على معاني تلك الآيات البينات التي استحفظوها نعم والتي أخذ العهد عليهم أن يعملوا بمقتضاها ويبينوها للناس دون تحريف ولا تبديل أولئك إنا لا نضيع أجر المصلحين وانظر قوله تعالى إنا لا نضيع أجر المصلحين ما قال إنا لا نضيع أجرهم فأقام الاسم الظاهر مقام المضمر تفخيم وبيّن سبب عدم إضاعة أجرهم في هذا الاسم لما لا يضيع أجرهم ولم لا يضيع الله تعالى أجرهم لأنهم مصلحون وانظر والذين يمسكون بالكتب والباء فيه لتوكيد الإلصاق والباء فيه لتوكيد الإلصاق يقال أمسكه وأمسك به أمسك به صحيحة وإن أنكرها بعضهم ومسكه ومسك به فهذا فعل يتعدى بنفسه وبالباء كما يقال مسح رأسه ومسح برأسه فانظر إلى هذا البيان وانظر كيف كانت هذه الأدوات معينة في الإبانة عن المقصود أيام إبانة التضعيف المجيء بالباء إقامة الاسم الظاهر مقام المضمر وهكذا كلها تعيننا على اكتشاف أسرار المعاني أو معاني المعاني ولا يعرف ذلك إلا من خاض في بحار علم العربية والمفلس منها مفلس من حقائق المعاني ومن أسرارها طيب سؤال آخر يقول الأخ الكريم في إعراب الحديث الشريف وهو سؤال مشكل حقا وأرجو أن أوفق فيه بيانه يقول يمر علي في الكتب في تراجم الرواة خاصة قولهم روى عن فلان وفلان في آخرين وجاء في الحديث الشريف في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله ثم رأيت قول القرطبي القرطبي الشارح لصحي الإمام مسلم فيه حذف وتوسع أي هي من الخمس التي قد انفرد الله بعلمها أو في عددهن لكنه لم يشفي غليلا يريد أن كلام الإمام كان موجزا وهذا شأن الآئمة فلا أدري ما متعلق الجار وما يقصد بالتوسع وبارك الله في علمكم طيب أولا أما قوله في آخرين فأمره إن شاء الله ليس صعبا كثيرا نعم ترد بكثرة في كتب الحديث في كتب الرواية يقول في آخرين من أمثلاتها مثلا قول الإمام أبي داود حدثنا حيوة بن شريح في آخرين قالوا طيب ما معنى فيه في للظرفية المكانية المجازية أي هو في جملتهم وفي عددهم الجار والمجرور في هذه للظرفية المكانية المجازية ويمكن أن نقول إنها للمصاحبة والمعية أي مع آخرين بصحبة آخرين طيب والجار والمجرور متعلقان بحال من حيوة بحال محذوفة عن حيوة أي حدثنا حيوة كائنا في آخرين كائنا في آخرين واضح هذا يا كرام طيب وأما قوله في خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله فهي رواية أخرى لحديث جبريل إذ سأل نبينا عليهما السلام عن الإسلام والإيمان والإحسان وأنقل طرفا منها يعيننا في فهم السياق والإعراب وفيها قال يا رسول الله متى تقوم الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأحدثك عن أشراطها إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها وإذا رأيت الحفاة العرات الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها وإذا رأيت رعاء البهمية تطاولون في البنيان فذاك من أشراطها في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله يعني أريد أن أنفث نفسة أقول يعني كنا نتق المشكلات ونعرضها على أستاذنا وشيخنا الكبير فخر الدين قباوى شفاو الله تعالى وعافى ثم إنه قد أعرب رياض الصالحين إعرابا تاما مفصلا لا إعرابا مشكلات فقط تجدون في الأعريب السابقة للحديث الشريف تجدون إعرابا للمشكل نادرا أما الشيخ فأعربوا إعرابا تاما في التصريف وحروف المعاني والمفردات والجمل وبيان السياق نعم فهو نعم فهو إعراب محكم دقيق إعراب محكم دقيق كنا نلجو إليه في هذه المشكلات الكبرى واليوم حسبنا الله ونعم الوكيل نقول على كل حال في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله كلام الإمام القرطبي رحمه الله مقتضاه أن في خمس متعلقان بخبر محذوف لمبتدأ مقدر أي هي في خمس من الغيب إذن بخبر محذوف لمبتدأ مقدر وهذا معنى قوله فيه حذف هذا الحذف حذف المبتدأ وتعلق الجار والمجرور بخبر أي هي داخلة في خمس وهو المقصود بالحذف أما التوسع فهو في المجيء بفي بدل من لأنه انظروا ماذا قال لأنه قال هو مقتضى تقديري هي من الخمس وماذا قال أولا هي من الخمس فالتوسع في الإتيان بفي بدل من ثم انظروا ثم ذكر احتمالا آخر وهو أن تكون فيه على بابها قال أو في عدده يعني هي في جملة هذه الخمسة هي في جملة هذه الخمسة الآن ما الذي يدل على صحة تقدير هذا الإعراب يعني هي في خمس أو هي من الخمس يدل على ذلك الرواية عطائن الخراساني قال فمتى الساعة قال هي في خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله انظروا هنا صرح بالمحذوف فمتى الساعة هي في خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله أما العلامة السيطي فأجاز في عقود الزبرجد على مستدر الإمام أحمد أن يتعلق بأعلم لما قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل في خمس يعني بأعلم يريد بأعلم في علم خمس وعلى هذا يكون الكلام الذي بينهما كله اعتراضا انظروا هنا لما قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل في خمس يعني بأعلم في خمس أي في علم خمس وهذا بعيد لأن الكلام الذي بعده سيكون بينهما سيكون كله اعتراضا والأولى كما قلنا أن في خمس متعلقان بخبر محذوف لمبتدأ مقدر وتقدير المبتدأ وتقدير المبتدأ دل عليه رواية أعطائني الخراساني كما قلنا دل عليه رواية أعطائني الخراساني كما قلنا نعم السؤال الذي يريه يقول السائل الكريم نعم يقول السائل الكريم هذا واضح إن شاء الله ومعنى كلام الإمام القرطبي صار واضحا معنى قوله الحذف والتوسع التوسع في الإتيان بفي بدل من على تقدير من يعني هي من الخمس وحينئذ لا نقدر الخبر كونا خاصا نقدر كونا عاما هي كائنة من الخمس يعني هي بعضها هي بعضها لكن إذا قدرنا فيه هي داخلة في الخمس فإن الخبر هنا كون خاص فتنبهوا لهذا هي داخلة في خمس من الغيب أسؤال السابع في قوانين الكتابة العربية يقول السائل يكتبون ربا رغم أن المفردة ربوة ما السبب ربوة وربا لما يكتبونها بالألف الممالة مع أنها ثالثة وأصلها واو وكان حقها أن تكتب بالألف المشالة واضح هذا طبعا الرغم استعماله جيد لكن أجود منه أن يقول أن يقال على رغمي على رغمي وأحسن من ذلك لأن هذا بعيد مسألة الرغم ها هنا والإرغام مع أن المفردة ربوة هذا هو أحسن من الاثنين الجواب أنما كان أن الاسم إذا كان على فعل أو فعل جازت كتابة ألفه ممالة وفاقا للكوفيين فإنهم يكتبون الألف ممالة في فعل وفعل وإن كان أصلها الواو نحو ربا وضحا وحيجا وعدا كل هذا عند الكوفيين جائز ولا إشكال فيه وله تعليل عندهم يعني مثلا يعللون نحو ربا بأن يقولوا إن الضمة من الواو وليس عندنا اسم أول هو واو وثالث هو واو فهمنا هذا؟ ليس عندنا اسم أول هو واو وثالث هو واو هذه صورة ممنوعة ليس لها نظير فهم يفرون منها في صورة الكتابة إلى الألف الممالة ويميلونها ويميلونها كذلك طيب كأن الصورة ليست مشاركة معكم طيب الآن السؤال الذي يليه يقول الأخ الكريم من شروط صياغة التعجب أن يكون الفعل الذي يصاغ منه التعجب متصرفا لا جامدا ابن ملك رحمه الله تعالى يقول وصغهما من ذي ثلاث صرفا متصرف فلا يكون جامدا مثل نعمة وبئسة وعسى وليسة سؤالي هو في قولنا أنعم به وأكرم الفعل أنعم من أي فعل هو ولك أن تقول من أي فعل الفعل أنعم أمن فعل المدح نعمة؟ وهذا غير جائز من حمله على معنى المدح يعني هل يصح أن نقول أنعم به وأكرم هو من نعمة؟ طيب ونعمة فعل جامد فكيف نشتق منه التعجب؟ طيب أمن الفعل نعمة من النعمة أو الإنعام أنعمك أكرم وأعطى على وزن أفعل كما أجزه سيبوي يعني سيبوي يجيز قياسة أو استعمال التعجب من أفعل مطلقا قال أمن النعومة نعمة بحسب سياق المعنى في الجملة الجواب بإجاز شديد هي من نعمة ونعمة إذا اتسع عيشه ورفه ويقال نعمة بالشيء استراح به واطمأن وسر أنعم به وأكرم أي ما أنعمه وما أكرمه ولطيف جدا عطف الكرم هاهنا على ما أنعمه عطف الكرم هاهنا على ما أنعمه فهو واسع العيش وهو كذلك مطمئن مستريح البال فيناسب أن يعطف عليه أكرم ما أنعمه وما أكرمه والله أعلم التاسع في النحو كيف نفرق بين المناد الشبيه بالمضاف وبين النكرة الغير مقصودة لا الصواب أن نقول وبين النكرة غير المقصودة غير المقصودة نعم أو نقول الغير المقصودة وهذه حرفيات موصولة يعني المغايرة المقصودة تنبه لهذا وثم سؤال عن غير لكن أظن أن الوقت لن يسعفنا فنرجو إن شاء الله إلى أسبوع قادم بإذن الله تعالى أما الشبيه بالمضاف يا كرام فهو ما اتصل به شيء من تمام معنى على غير سبيل الإضافة الشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء ما اتصل به شيء من تمام معنى على غير سبيل الإضافة وأبرز صوره المشتق وأظهر صوره المشتق الذي بعده عامله مثلا مشتق بعده فاعل مشتق بعده فاعل نقول مثلا يا عظيما فضله أكرمنا بفضلك يا عظيما فضله فالمناد هنا شبيه بالمضاف لأنه رفع فاعل مشتق رفع فاعل أو رفع نائب فاعل مثلا يا محمودة خصاله هنيئا لك يا محمودة خصاله خصاله نائب فاعل لاسم المفعول محمودة أو ناصبا للمفعول به يا قارئا كتاب الله جوده يا قارئا كتاب كتاب مفعول به لاسم الفاعل قارئا نعم أو تعلق به جار مجرور يا رحيما بعباده يا رحيما بعباده المؤمنين ارحمنا برحمتك الواسعة يا رحيما بعباده والتعلق نوع عامل هذا يقال له شبيه بالمضاف أما النكرة غير المقصودة فليست كذلك عندما يقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي ولا يريد رجلا بعينه أليس كذلك يا كرام عندما يقول مثلا الغريب عن بلده مشتاقا إليها متحزنا أيا راكبا أيا راكبا اقرى السلام على داري يعني اقرأ السلام على داري أيا راكبا يريد أي راكب يمر فهذا فرق ما بينهما السؤال العاشر في التصريف حلا يحلو أهو من باب نصر أم من باب كرما ولو ذهبنا لإسم الفاعل لوجدناه حلو وهذه تصاغ من باب كرما طيب لو كان هذا صحيحا كيف قلبت الو ألفا وما قبلها مضموم الأولى أن نقول في صياغة السؤال أمن باب نصر حلا يحلو أم من باب كرما هكذا أمن باب نصر حلا يحلو أم من باب كرما طيب هذا الإشكال الأول يقول الإشكال أخر اسم الفاعل جاء على حلو طبعا لا تعترض على السائل بأنه قال اسمه فاعل وهو يريد الصفة المشبهة لا النحويون لا يفرقون بينهما يقولون مثلا اسم الفاعل من فعل قياسه فاعل كتب كاتب طيب اسم الفاعل من فعل مثلا قياسه فعل مثلا واضح هذا فيعبرون عنه باسم الفاعل التصريفيون يفرقون النحويون لا يفرقون في هذا نعم فهذا لا بد من بيانه الإشكال يقول عندنا حلو إذا كان من فعل فكيف جاء اسم الفاعل على حلو الجواب حلا يحلو من باب فعل يعني من الباب الأول حلا يحلو وليس من باب فعل وقد جاء من باب فعل فقالوا حلو ولم يقلبوا الو وألفا لما حلو لما لم يقلبوا الو وألفا يا كرام ما رأيكم هاتوا مع عندكم قبل أن نختم اليوم لما لم يقلبوا الو وألفا نعم لما لم يقلبوا الو وألفا هاتوا مع عندكم ما رأيكم يا كرام حلو لا تقلبوا ألفا لعدم اكتمال المقتضي لم تسبق بفتح شرط قلب الواوي واليائي ألفا أن تتحركا وقبلهما فتح هنا قبلهما ضم قبلها ضم حالوة وإذاك لا تقلبوا ألفا فإذا حلا من الباب الأول طيب جاء اسم فاعله على حلو ليس هذا مشكلة ابن مالك رحمه الله تعالى يقول وبسوى الفاعل قد يغنى فعل أي أن فعال قد يأتي اسم فاعله على غير فاعل كما قالوا شاخة فهو شيخ طابة فهو طيب حلا فهو حلو واضح هذا يا كرم طبعا هذا ليس قياسا هذا قليل لكنه وارد ومنه حلا فهو حلو ولعل الذي يسهل ورود حلو يعني مجيء حلو مع حلا مع أن قياس اسمه فاعل أن يكون حال لعل الذي يسهله مجيء حلوة من الباب الخامس مجيء حلوة من الباب الخامس وأنه يدل على صفات ثابتة لازمة ولذلك جاء من الباب الخامس طيب نحن سنكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله بهذه العشرة تلك عشرة كاملة تمت في هذا المجلس وكان هناك سؤال من أخي أبي عبد الله يقول لو أخذنا بمقتضى كلامي القرطبي رحمه الله تعالى فكيف يكونوا إعرابوا الجملة آه استئنافية نعم هي استئنافية يعني بعد أن قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ثم بيّن قال هي أي الساعة في خمس لا يعلمها إلا الله هي في خمس لا يعلمها إلا الله نعم فالجملة استئنافية والله سبحانه وتعالى أعلم ويقول أيضا هل الطلاة على نشرة الأوقاف القطرية للجنة الداني من حيث جودة إخراج النص ومن حيث تفقيره وترقيمه فطبعة شيخنا لا شك أجود وأعلى من الإشكال طبعا عندي طبعة الأوقاف القطرية أيضا وقد اطلعت عليها وقرأت فيها مرار من مشكلاتها أيضا كثرة الإحالة يحيلك إلى ثلاثين مصدر إلى ثلاثين مصدرا ولا حاجة إلى هذا التكلف يعني أحل إلى مصدرين يعني أعدني إلى إلى المصادر الأصول نعم من الحسن فيها من الجيد فيها رد الأقوال إلى مصادرها الرئيسة في كثير من الأحيان طبعت شيخنا من مشكلاتها ولعل يعني العذر قائم له في ذلك أنه طبعها في السبعينيات وحينئذ كما تعلمون المصادر شحيحة قليلة يعني عدد من النقول الموجودة لم تسند إلى أصحابها لم تسند إلى أصحابها وإنما أسندت إلى من جاء بعدهم فطبعة شيخنا ما تزال تحتل المكانة العليا في جودة إخراج النص وكنت قد قرأت في طبعة الأوقاف القطرية مع أحد الإخوة يعني تدارسنا معا الجنداني ووصلنا إلى ربوعه تقريبا أو أكثر وكان هناك مشكلات في ضبط النص وفي ترقيمه ترقيمه في كثير من الأحيان مشكل وهكذا حتى في اختيار بعض الكلمات في النص دون الحواشي بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وتقبل الله منا ومنكم ونلقاكم على خير إن شاء الله وتعالى في المجلس القادم ولا تنسوا أن تضعوا ما عندكم من أسئلة دقيقة في زيل هذا المنشور نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا